نتحدث أكثر عن هذا الموضوع من دبي ينضم إلينا علي الموسى عضو مجلس إدارة في فريق سفراء السعادة التطوعي الإمارات تلهم العالم بمبادرات نوعية ومنصة إلكترونية ترسخ التطوع هل ممكن أن نستذكر أبرز هذه النقاط وهذه الخطوات التي جعلت الإمارات فعلا تلهم العالم؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أشكركم على استضافتي في برنامجكم المتميز أهلا وسهلا بالحقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر دولة بواقة ودولة متميزة جدا في العمل التطوعي حيث أن دولة الإمارات أبدت وأعطت العمل التطوعي اهتمام كبير جدا على شقة الصعد وشقة المحافل الحمد لله رب العالمين نحن نشاهد أو نشوف صروح كبيرة سواء على المستوى المحلي أو المستوى الاستحادي في الإمارات ترعى العمل التطوعي وتعطي العمل التطوعي أهمية كبيرة جدا والمتطوعين ما شاء الله في الإمارات لهم حقوق يعني مضمونة ولهم سياسة ومنهجية واضحة وطبعا على رأس هذه الجهات وزارة تمامية المجتمع مثل ما تفضلت يعني عملت المنصة الوطنية للتطوع وسجلوا فيها شيخنا الكرام هم أول ناس يعني بادرة وسجلوا كمتطوعين ومن ثم سجلنا نحن المتطوعين فيها يعني المتطوع يحس بجدية الشيء ويحس أن حقوقها فعلا مضمونة من ناحية يعني التوثيق وساعات التطوع ومشاركات التطوعية إذا أحتاج أن يرجع لها أو يثبتها في أي وقت يعني طيب تعزيز ثقافة التطوع في الإمارات سيد علي إلى أي درجة هو مهم بالإضافة إلى كونه يعني يجعل الإمارات مرة جديدة تتبوأ مراكز على صعود مهمة جدا في العالم وتكون مؤثرة وسباقة بالإضافة إلى هذا التأثير في المواطن وتركيز على زرع أهمية العطاء نعم طبعا لا أخفركم سرة مثل ما تعرفين أختي الكريمة حين العمل التطوعي أصبح جزء مهم حقيقة في دولة الإمارات وفي أغلب دول العالم في الحقيقة يعني بالتطوع ترتقي الأمم وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد الراشد الله يحفظ قال يعني كلمة طيبة قال أن يعني تطوع من وقتك ولو يعني مثلا أو كل شخص يتطوع يعني بتخصصها وتطوع بوقتك ولو بدقيقة أو بساعة يعني أهمية العمل التطوعي في تنمية المجتمع أهمية كبيرة جدا لأن يعني يوم المجتمع ينخرط في مجال التطوع والعمل التطوعي طبعا يعني تصبح عند المجتمع وعند أفراد المجتمع أو مثلا ما نقول نمي حس الشعور بالمسؤولية وحس حب الوطن بهذه الفعاليات التطوعية والأمور التطوعية اللي نحن يعني قاعدين ودولة المرات العربية والمتحدة الحمد لله رب العالمين سباقة ومهتمة جدا بالعمل التطوعي حيث أنها يتوفر برامج ومحاضرات ودورات وجهات كبيرة تدعم العمل التطوعي وتدعم الشباب المتطوعين في الدولة هذا الأمور جدا مهمة في أنها تنمي المجتمع وتنمي ثقافة المجتمع صحيح وتعزز ثقافة كما قلنا يعني ثقافة صحيح تطوع يعني دائما نحن ربما الكل يقولون يعني بأنه يظنون بأنه لن أؤثر لن أكون مؤثرة بهذه الدرجة في التطوع ولكن بل عفوا على المقاطعة لكن العطاء سعادة العطاء يعني حقيقة نعم يعني ما تجرب سعادة العطاء أو لذة العطاء إلا الشخص الذي دخل في هذا المجال وهذا هو العمل التطوعي في الحقيقة اللي هو يعني المحور الرئيسي فيه اللي هو العطاء بلا مقابل يعني الإنسان يتعود على فعل الخير يتعود على عمل شيء يعني طيب لمجتمعه والبلاده ويرد الجميل للحكومته والشيوخه وطبعا في نهاية هو أجر أجر يعني من ربما طبعا طبعا أنا أشكرك من دبي علي الموسى عضو مجلس إدارة في فريق سفراء السعادة تطوعي شكرا يعطيكم ألف عفوا